عندكم موسم اللي جاي النهاردة اتحاد الافريقي باعت الاتحاد المصفي بيخطروا انه 30 يونيو هو المعاد الأخير لإرسال قائمة الاندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية السيناريو والفيلم طبعا اللي بيتكرر كل سنة بما انه المسابقة عندنا مزالت ممتدة ويمكن الترتيب ما يتغيرش بحكم انه المنافسة ضعيفة يعني بس مش دي قصة برضو يعني مش مفترض انك انت تبني الاجندة بتاعتك او جداول المسابقة بتاعتك على اساس انه الترتيب معروف مسبقا يعني وده بيخلق مشاكل وبيعمل حساسيات عند الناس يعني غاية النهاردة الناس مش مختنعة بطل افريقيا السنة اللي فاتت اللي شارك في دوري الابطال كان يعني طبعا عن قصد او دون قصد عن جهل وغالبا عن جهل يعني او عن علم دي قصة تانية لكن فكرة ان الاهل يلعب في دوري الابطال وهو كان ترتيبه في نهاية البطولة التالت لانه القواعد اللي تم الاتفاق عليها وزي ما بيقولوا العقد شريعة المتعقدين انه لو البطولة ما خلصتش هناخد ترتيب البطولة بعد انتهاء مباريات الدور الاول وهو ما ينطبق ايضا على الموسم الحالي يعني الاهلي النهاردة في صدرة جدول الترتيب لو الاهلي كان مفنش مفنش بطولة الدور الاول في الدوري تالت او رابع ما كانش هلعب السنة الجيد دوري ابطال وهو البطل مدام تم الاتفاق او مدام تم ارساء قاعدة والجميع اتفق عليها وقبل بالعمل بيها ما حدش يرجع بها كده يتكلم ويفتح في القديم يا جماعة وما حدش يحاول يضل الجماهير او يضحك على جماهيره او يديهم يعني حقنة مسكينة عن غير حق الوضوح وبعدين النهاردة فيه يوتيوب ممكن نرجع له وفيه سوشال ميديا ممكن نرجع لها وفيه حاجات كتيرة جدا بتوسق كل كلمة وكل اتفاق وكل تعاقد تم ازاي وبالتالي سهل جدا نرجع لي صعب انك انت تتحك على الجمهور يمكن سهل انك تتحك على الجمهور بعض الوقت لكن صعب او انك تتحك عليه طول الوقت لكن خليني اقول مرة تانية انه الموسم اللي جاي صعب جدا 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 على الكرة المصرية الموسم ده بالتأكيد مش هيقلص في تلاتين ستة وبالتالي هو الاتحاد من جهة اتحاد كرة المصري او طلب من اتحاد الافريقي انه يدي مهلة شوية لغاية لما يتم حسم البطولات المحلية واللي على اساس هيتحدد الترتيب النهائي وبالتالي يتم ابلاغ اتحاد الافريقي بالاندالة تشارك في دوري الابطال او الكونفيدرالية اذا ما لجأنا لقاعدة مباريات او نتائج الدور الاول في بطولة الدوري هيكون الاهلي وبيرامدز في بطولة دوري الابطال وفيوتشر والزمالك في الكونفيدرالية اذا كان في مهلة علينا ان احنا ننتظر لانه المسافات ما بين التاني والتالت والرابع ممكن تبقى دايقة شوية وممكن اللي جاي فيه فيه ما تبقى من الموسم يغير شوية في الترتيب لكن الاعرب انه الاهلي وبيرامدز هما اللي هيشاركوا في دوري الابطال وبيرامدز هتكون مشاركة اولى في دوري الابطال سنة اولى دوري الابطال نتمنى لهم التوفيق والزمالك وفيوتشر فيها الكونفيدرالية برضو طبعا اكيد بما ان هم يعني عندها مصرية لازم نتمنى لهم التوفيق ونتمنى انه ليه لا ما يكونش سوبر افريقيا مصري خالص ما بين فريقين مصريين او ما بين الاهلي وفريق مصري يعني على كل الاحوال اغلب الظن انه لانه كمان القصة في مصر تتشابه مع بعض الدوريات اللي مازالت ممتدة لغاية دلوقتي فمن الوارد انه يتم تأجيل شوية خصوصا انه في خطاب الاتحاد المصري للاتحاد الافريقيا فقال لهم انه في عدد من المصابعات في عدد من البطولات او الدوريات في افريقيا لم تنتهي وما فيش اي ارتباطات تستدعي ان احنا يعني بفي تعجل في موضوع رسال القواهم الاندية المشاركة وبالتالي من الوارد الاتحاد الافريقي يوافق على انه يمد المهلأ الخاصة بارسال الاندية